السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن جذب المال بأفضل الخطوات والطرق العقلية اللي حتخليك فعلا شخص تاني من بعد الفيديو ده وعلى ضمانتي ان شاء الله وبإذن واحد أحد ليه بقى؟ عشان أنا مجرباه ومطبقاء السنة دي ونجح معايا الحمد لله بعد ما جربت الطرق كتير غلط قبل كده بس قبل ما أبدأ في الفيديو لللي بيسأل عن الاستشارات المجانية والتواصل معنا دي صفحة الانستجرام بتاعتنا اللي فيها كل الفوائد والأوراد والمقالات الروحية والطاقية مكتوبة هتظهر أمامكم على الشاشة دلوقتي عشان تاخد استشارة مجانية بس مكتوبة من خلال الرسائل الخاصة بتاعت الانستجرام هتعمل عشر لايكات على أحدث عشر منشورات متتالية زي ما إحنا شايفين على الشاشة كده كل ما تزود اللايكات هتاخد استشارات كتابية مجانية أكتر العشرين لايك باستشارتين والتلاتين لايك بتلاتة وهكذا بالنسبة للاستشارات الهاتفية بتكون مدفوعة مش مجانية شكرا ندخل بقى في الموضوع أول خطوة في تغيير البرمجة هي عقلك اللواعي حاطة حواجز وموانع اسمها بلوكات ضد المال عشان نكون عارفين مبدئيا سبب الفقر أو قلة الحظ في الفلوس أو أنك تفضل مديون كل شوية بيكون منك أنت طاقيا مش مسألة نصيب ولا حاجة الأرزاء بتتوزع على الناس حسب طاقتهم والدليل إن كان فيه ناس فقيرة واتغنت فهل هنا القدر غير رزقهم واللي هم اللي غيروه والقدر وفقهم لده أول شيء الكون حوالينا أصلا ربنا خلقوا بمبدأ الوفرة والوفرة يعني كل حاجة مهما كانت موجودة وكتير ومتدفقة ومجانية ربنا لما نزل آدم على الأرض كان سايب له الأرض مفتوحة بخيراتها بالمناجم بتاعتها بالدهب بكل كل مجانا ده عطاء رب العباد لنا إذن اللي حط القوانين وحدد وقفل على الناس وعلى نفسه في موضوع الوفرة هو البني آدم نفسه لكن لو على طاقة المال فدي متدفقة ومتاح للجميع بدون استثناء لو على طاقة الخير والرزق والصحة وا 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 برضو موجودة ومتدفقة للجميع بدون أي تمييز مهما كانت ظروف المجتمع حواليك ومهما كانت المصايب وتحكم السلطات وقلة الوظيف برضو أرجع وأقول أن الموقف طاقة المال هو أنت مش حد تاني هتقولولي إزاي أنت مش عايشة معنا ولا إيه لا ده أنا عايشة معاكم عادي جدا وكنت زيكم حيجي بقى حد زكي زكاء رباعي حيقولي ما أنت لو جذبت المال ما كنتش عملت قناة أصلا القناة من أحد أسباب وطرق جذب المال هو ليه الناس بتعتقد أن المفروض لما هي تجذب المال يجي المال كده يفتح الباب ويدخل عندها ولا يورسه من حد فجأة ولا يكسبه فيها نصيب فجأة السماء لا تمطر زهب ولا فضة نرجع مرجعنا ليه أنت موقف طاقة المال السبب ببساطة هو مجموعة بلوكات عقلية في دماغك أو في عقلك الباطن البلوكات دي مجموعة من الأفكار والمعتقدات عملت موانع وحواجز الموانع والحواجز دي بتطلع وتشع طاقة سلبية معينة من دماغك بتطلع على هالتك الطاقية من بره هب تلاقي الطاقة دي قاعدة تجذب لك ما يشبه أفكارك ويشبه معتقداتك بمنتهى السهولة فيحصلك حاجة من اتنين يتفضل على وضعك المادي الفقير أو العادي اللي مش عاجبك يا إما تنحدر أكتر وتجيلك ديون المعتقدات دي تعرفها اللغوي الشرعي هو النواية وربنا قالها صراحة وعلى نياتكم ترزقون حسب نيتك اللي هي جواك وحسب طريق تشكيلك لمعتقداتك وأفكارك حتترزق على قد النية دي بالزبط طيب عشان أكون حقاية أغلب البلوكات والمعتقدات دي بصراحة إحنا ما لنش يد فيها إحنا تم برمجتنا عليها لا شعوريا واللي برمجنا عليها هم الأهل رقم واحد أنت بتتولد وبتكبر بين أم وأب عملين يقولولك من وين تطفل أنت لازم تدخل الكلية الفلانية وتشتغل الشغلان الفلانية عشان تجيب فلوس شوف أنت طول ما أنت بتفكر تشتغل حاجة غير دكتور أو مهندس مش هتجيب فلوس وخليك فاكر كلامنا أنت لازم تطلع عينك وتتعب جامد وتكرف عشان تعرف تجيب القرش بص ما تروحش تصرف كتير في الخروجة دي روح المطعم الرخيص الفلاني ده مطعم كويس وهو على قد فلوسك طيب وتروح مطعم ليه ما تاخد من البيت ده وهو حتى البيت أكله أنظف وأحلى بدل يا أخي ما تعد تبعزق في فلوسك وتشتري هدوم ليه ما أنت عندك هدوم كتير لسه زي ما هي وبعدين ما هو قريبك جابوا لك هدايا ليه بقى تروح تشتري مش لازم كل حاجة تعجبك تشتريها اتعود تمسك إيدك شوية يا ابني القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود وهكذا من كمية أنواع البرمجة اللي هما معتبرينها نصايح وخوف وحرص وهي للأسف أسلحة ضمار شامل لعقلك بتنسف مبدأ الوفرة جواك تماما تبتدي طقتك تتشكل على أساس النصايح دي لأنك شايف أنها في صلحك مع أنك أكيد أكيد جربت في يوم وخرجت وقعدت في مطعم غالي ومفتقرتش وأكيد جربت في يوم ترفع عن نفسك وتنزل في مكان جميل وتصرف فيه وأكيد ما فلستش ولا أكيد قعدت على الحديدة لكن رغم كده بتلف تلف وترجع لمعتقداتك إلا أهلك ربوك عليها تاني بمبدأ أنك مش عايز تكون مصرف ومبذر فيقوم يحصل للقاتي القرش الأبيض اللي أنت شايله لليوم الأسود ييجي فعلا اليوم الأسود عشان مخك مبرمج نفسه عليه أنه لازم ييجي اليوم الأسود عشان تصرف القرش الأبيض فيه وتقول يا شوف الحمد لله كنت محوش المبلغ ده والحدثة دي حصلت كنت حتعالج إزاي بقى يعني يا حبة عيني ولا انبسطت بالفلوس وكمان عملت حدثة وصرفت الفلوس على علاجك حاجة منتهى البؤس تعتقد أنك لازم تطلع عينك وتكافح وتموت نفسك عشان تجيب الفلوس فتفضل شقيان طول عمرك وما تحصلش برضو ربع فلوس الناس اللي بتعرف تشتغل بزكاية بصوا أنا مش بقولكم توقفوا شغل أو أنتوا تقعدوا كسالة وتقعدوا تفكروا بس بالعكس أنتوا اشتغلوا لكن بزكاء الشغل اللي بزكاء وبطاقة صحيحة وموجهة توجيه سليم مرتب هو ده اللي حيخليك تحصد أضعاف فلوسك زائد أنك مش هتفني عمرك في الشقة والكفاح وتندفن بالحياة كده البلوكات دي بتوقف سرايان طاقة المال لحياتك فأنت لازم تمسك ورقة وقلم كده وتعرف إيه نوعية وإسم البلوك اللي في دماغك وقعد كده فكر مع نفسك تاني خطوة أن عندك أفكار خطأ تجاه المال اللي تؤدي إلى أن طاقتك لا تتوافق مع طاقة المال وبالتالي مش هيكون فيه كفاءة في الجذب والانخفاض بتاع الاستحقاق فيه ناس بتحب قوي تعيش دور المثالية ويقولوا إحنا فلوسنا مش هنصرفها على نفسنا هنصرفها على أحبابنا على أطفالنا ومش من حقنا نستمتع بيها أو أصلا أنا لو معايا فلوس الكل حيتمع فيا وحيحسدني ومش بعيد أنا كمان أتغير لأن الفلوس بتغير النفوس كويس بقى أني فقير أو أني وضعي عادي ولا زماني منحرف ما نعارف نفسي أصلي لو جاري في إيدي القرش حستعبط وحبعد عن ربنا أو تقول يا عم الفقراء يدخلونا الجنة وأهم حاجة أني عايشوا محترم وأخلاق تمام أهم حاجة الأخلاق وهكذا أنت هنا تبنيت قناعة وطاقة معينة ومشيت في طريق تاني خالص غير طريق المال أنت حوت طاقة المال بقى هتجي لك ليه ما هي لو جات لك هتتصرف على عيالك وحتى لو عيالك كبروا وتجوزوا هتلاقيها بتروح لحد تاني الطاقة دي اتبرمجت أن طاقة المال اللي عندك في مخك عندها مبدأ أنها مش ليك أنت فتلاقي نفسك بتصرف مثلا على عيال الجرين بقى ولا تساعد الناس وحارب نفسك أنت من كل حاجة لأنك بقيت زاهد في الدنيا وعمل نفسك ملاك بجناحات عايدين القص بصراحة يا أما لو ما فيش حد تصرف عليه فالمال ما يجيش بقى هيجي ليه مهموخك هيقولك خلاص يا عم عيالك كبروا واتجوزوا وانت كفاية عليك بقى لغد كده وأصلا عيالك كانوا سبب الرزق ده مش فيه برضو مثل بيقول أن العيل بينزل برزقه خلاص العيل كبر ومشي فرزقه مشي معاه وانت بقى ارجع كل ترابه في تقير تاني أو الفلوس مش هتجي لك عشان خاطر حضرتك لو جات لك الفلوس هتروح تنحرف وا 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 من الأفكار اللي أنت حتطفى في دماغك الخطوة الثالثة أنك تنسف أهم الأفكار الخاطئة برضو تجاه المال زي إيه أن المال لازم يكون فلوس ورقية اللي هو ورق البنك نود ده هتقولولي آه يعني وحضرتك المال ده شكله حاجة تانية غير كده هنبتدي نخرف بقى وسط الحلقة ولا إيه المال يا جماعة مجرد طاقة والطاقة زي ما إحنا عارفين بتاخد أشكال متعددة مجموعة من البشر دول حددوا شكل الطاقة دي على شكل ورقة البنك ونشروها في العالم بقى وبقى أننا ماشيين على قوانينهم دي صح؟ طيب وقطع الدهب مش دي برضو طاقة مال؟ إن حد عزمك عزومة فاخرة كنت حتصرف فيها 500 جنيه مش دي طاقة مال؟ ما أنت لو رحتها لوحدك كنت حتدفع فيها يا بني لـ 500 جنيه صح ولا لأ؟ لما تجيلك هدية كان نفسك فيها مش دي طاقة مال؟ يعني أنت مثلا لو رحت محل وعجبك عقد ولا سلسلة حلوين قوي وتخيلتيها على رقابتك وبعدها بيومين جات صحبتك جابتها لك هدية ما هو دا طاقة مال؟ يعني أكيد هي اشترتها بفلوس ما نزلتش عليها من السقفة فجأة فطول ما أنت متخيل إن المال عبارة عن ورق وإن لازم يكون عندك من الورق ده كتير في البيت عشان تكون غني فأنت بتضيع على نفسك كل أشكال المال التانية من حياتك واللي برضو من خلالها تقدر تجيب بيها اللي أنت عايزه عادي لازم طاقتك تتوافق مع طاقة المال عشان تعرف تجذبه زي ما إحنا عارفين الطاقات المتشابهة بتتجاذب في علم الطاقة فأنت لازم ترفع مستوى استحقاقك وطاقتك عشان تعرف تجذب الهدف اللي أنت عايزه هتقولولي إزاي؟ وإحنا سألناكي السؤال ده كتير قبل كده وما جاوبتيش هقولكم إزاي؟ وفي نفس الوقت تطبقوا الفكرة دي والمثال اللي أنا هقوله ده على كل شيء بقى في حياتكم مش المال بس لو افترضنا مثلا أنك بنت عايشة مع أهلها وموظفة بس ردك مش كبير قوي ونفسك تكبري وحتموتي وتكبري الراتب وحاسة أنك أقل ونفسك بقى تبقي أحسن من كده هنا مش طاقة طموح طول ما أنت بقى حتموتي على الحاجة قوي كده هنا جاتلك طاقة حرمان لأنك عايزة لحاجة دي وانت حاسة أنك محرومة منها فالراتب مش هيكبر وحتى لو كبر هيكبر بنسبة بسيطة لا تغني من جوع طيب كده طاقتك اللي فيها طهمة ودلقة مش متوافقة مع طاقة الهدف بتاعك اللي هو أصلا مش حاجيلك طول ما أنت نظرتك لنفسك نظرة حرمان واستحقاقك منخفض إزاي نخلي الوضع ده متوافق مع طاقة الهدف اللي هو المال أنت كبنت هتقولي أنا إن شاء الله هكبر الراتب بتاعي بس أنا كده كده مش محتاجة حاجة الحمد لله وتبصي بقناعة لكل شيء حوالكي وتكون قناعة حقيقية فعلا مش تبصي وخلاص زي إيه إنه مثلا بابا وماما بيصرفوا علي باكل وبشرب وبنام عندهم ببلاش بابا بيدفع للنت أهو ببلاش بستخدم النت صحتي كويسة جدا والحمد لله ما عنديش مرض مزمن ولا مشكلة كل شوية خليني أروح فيها للدكتور وأصرف فلوس عليها أنا مثلا مش متجوزة عشان أساهم على جوزي في مصروف البيت فالحمد لله ربي كله لي إذن هنا الراتب الكبير هيعملك إيه أكتر من اللي أنت فيه ما أنت أهو مش محتاجة لحاجة هتقولولي أيوة بس الأهل مش دايمين ودوام الحال من المحال تمام مش دايمين لكن أنت حاليا عايزة تجذبي هدف لازم تبصي للمميزات اللي عندك الأول عشان تخدي منها طاقة المال مجانا بدون ما تتعابي فيها عشان تعلق الطاقة بتاعتك وتحسي بالوفرة والاستحقاق الداخلي فتتوافق الطاقة مع طاقة الهدف يقوم يحصل القاتي بقى وأنت ولا على بالك فجأة يحصل لك إيه؟ المدير يرقيك فجأة في الراتب والراتب يعلى فعلا أو واحدة صاحبتك تعرض عليك شغلانة كمان بعد الظهر مثلا وتكون الشغلانة دي راتبها كويس قوي أو تجيلك فكرة شغل يدوي تعمليه بإيدك والفكرة دي عجباتك في النت فتبتدي تعمليها وتبيعي بين زميلاتك وصحباتك فتجيلك فلوس أو يتقدم لك عريس غني جدا ويتجوزك وتلاقي نفسك اتنقلتي مستوى تاني خالص بنشوف احنا الناس دي في حياتنا ولا لأ بنشوفهم وكتير وأراهم كل شخص فيكم عنده النموذج ده في حياته انت بنفسك بتستغرب وتقول الولد ده يعني بصراحة معرفش طاقة القدر اتفتحت له فجأة ازاي ده كان ولا على باله كل ده ولا كان مخطط لحاجة ابن المحزوزة ابدا مجرد الشخص ده طاقته مرفوعة من جوه وعنده استحقاق عالي ووفرة ومش حاسس بالحرمان فنط النطة دي وانت لأ عشان كده الاغنياء بيزدادوا غنى لان هم قاعدين مكبرين دماغهم وشايفين ان كل شيء متوفر عندهم وعارفين ان كده ولا كده حياخدوا اللي هم عايزينه فيقوم يطلع لهم بيزنس جديد افكار جديدة يتعرض عليهم اعلانات وهكذا فتلاقوهم بقى ايه قاعدين مش عارفين يودوا الفلوس فين هتقولولي معلش تمام كل ده احنا عارفينه بس احنا من جوانا مش عارفين نعمله ماشي عشان تريح نفسك اعرف ان المال هو وسيلة مش غاية انت تركز على الغاية اللي هي الهدف مش تركز على الوسيلة انت عايز المال لي مش عشان تجيب مثلا بيه عربية ركز على العربية اتخيلها اقرأ عنها جمع صور عنها بدون تعلق والمهم ان انت تقول ان العربية دي هتكون معاك وحتكمل حياتك وشغلك عادي مش تقعد طول اليوم بقى عايش وحتموت على العربية ولو ما جتلكش العربية هتموت لا العربية دي عارف ان هي هتبقى من ضمن خطط مستقبلك ان هي هتكون معاك وتنسى والمهم تكون حاطة الفكرة في دماغك بدون تعلق العربية دي تجيلك مثلا عن طريق مكافأة تجيلك في الشغل فلوس اهلا وسهلا تجيلك عربية شبهها شوية على قد الفلوس اللي معاك برضو اهلا وسهلا اهو كل تمهيد للعربية اللي انت عايزها تجيلك يا سيدي هدية من واحد غني يتعرف عليك فجأة ويحبك ويهديك بيها في عيد ميلادك مثلا ولا البنك يسمح لك بقروض واقصات وتلاقي الدنيا متسهلة معاك ولا يا سيدي ممكن صاحبك يسافر ويهاجر وتكون معا العربية دي ويقولك خدها عشان ما تفضلش مركونة في شغلها وانا غايب يعني مش عايز العربية تفضل مركونة فالمهم العربية حتكون معاك في الآخر مش مهم تيجي ازاي فانت ركز على الهدف اللي انت عايز تجيبه مش تركز على المال وكميته وعدده حقولكم مثال اهبها اللي عبيت شوية معلش تستحملوني انا كنت بفكر اجيب المال عشان اجيب مساعدة للمنزل تعمللي الموعين بقره الموعين بصراحة وطبعا مجاش المال ومجاتش الخدامة والموعين كترت في الحوض وحاجة اخر مرار لما غيرت تفكيري وبقيت شايفة ان الموعين مش اجبار علي عادي يعني المفروض تتعامل وخلاص ومش لازم انا تحديدا اللي اعملها وكبرت دماغي ولما بقيت اشوف كبايتين في الحوض ما روحش اخسلهم بقى وطنشت لقيت اخويا الصغير هو بقى اللي بيعمل الموعين حاجة غريبة جدا انا وصلت للهدف بتاعي من غير مال ومن غير مساعدة منزل مش مواما بقى يتعامل ازاي فهمتوا الفكرة الخطوة الرابعة التخيل يا جماعة التخيل وربنا التخيل ده نعمة اقسم برب الكعبة وعارفة فيه كتير حيقولوا يووو تخيل تاني البنت دي خيالية يلا قفلوا الفيديو احنا مش نقصينها بالعلمسا ما تقفلوش الفيديو معلش استنوا شوية اللي دخل علوم الطاقة وبيحبها حيعرف ويتأكد ان العقل اللاواعي مش بيعرف حرفيا يميز بين الخيال والحقيقة انا عايزاك تعيش تفاصيل الخيال في انك جبت فروس كتير وبقيت مليونير فعلا وبتصرفهم في ايه وبتتخيل كل حاجة حرفيا مش عارف تتخيل روح اتفرج على واحد مشهور غني وعيش الدور بداله اتفرج على حاجاته اللي بيحطها عربيته اللي بيسوقها الساعة اللي بيلبسها الفيلا اللي عايش فيها اتخيل انك مكانه عيش اللحظة ركز عليها اتخيل ان معاك الفلوس الكتير دي اللي حتخليك تصرفها في الحاجات اللي انت شايفها مع الغني ده حيبتدي عقلك اللا واعي يشوف الخيال ده حقيقة فيبتدي يدي اوامر للعقل الواعي انه يطلع طاقة التخيل دي على انها المفروض تحصل في الواقع فيبتدي مخك الواعي يجذب لك العوامل والاسباب والاحداث اللي تجيب لك الفلوس الكتير قوي دي عشان تعرف تصرفها في اللي انت كنت بتتخيله الخطوة الخمسة تسمع صوت روحك صوت روحك لا يخطئ ابدا حتى لو كان ضدك لازم تسمعه مهما كان تنفيذه تقيل على قلبك دايما روحك بتقولك حاجات بس انت بتقوم قافل على الحاجات دي عشان ما عندكش الجرأة انك تعملها او بتعتقد انها مجرد اوهام واحلام تفهى لكن مستحيل روحك تقولك حاجة غلط لان الروح منفوخة من روح الله وبالتالي ربنا بيعطيك الالهامات من خلال الصلة دي شيء الهي زي الروح اكيد هيبقى عارف مصلحتك اكتر منك فمثلا واحد يقولك فكرة مشروع تحفة مربحة وانت تقدر تعملها يعني انت لو عملت الافكار اللي هو بيقولك عليها دي تقدر تعملها انت مش مثلا ما تعرفش متعملها لا انت تعرف وشايف كمان ان المشروع ده رابح مع الكل بلا استثناء بل كمان ممكن تعمله من البيت بس من جواك روحك بتقولك اهو شفت المشروع الناجح مع الكل ازاي ما تجربوا بقى وتكون زيهم يا اخي انت لا شعوريا بتقوم تكبت روحك وتبطها وتقول لا 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 ايه الكلام الفارغ ده مشروع ايه اللي يتعامل من البيت ولا ايه مشروع سهل يجيب فلوس كتير ايه الكلام العبيد ده مفيش حاجة اسمها كده وبعدين انا اهلي بصراحة هيقولولي ايه العبط اللي انت بتعمله ده الشغلة لازم يكون في مكتب ولا يكون رسمي وتابع جهة حكومية لا لا يا عم ايه العرف ده وبعدين انا كمان فيه ناس حوالي بتحبطني كتير وحسس كمان ان انا مش موهوب في الحتة دي خلاص وبعدين تقول انا عندي وظيفة ما عنديش وقت اشوف بقى مشاريع وافكار وعبط والمشروع ده محتاج رواءان وعقل وناس مختلفة عني هم دردحة عني اصل 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 لغاية ما تقتل الصوت الداخلي اللي جواك وبالتالي هتقتل طاقة المال وهي جاية لك برضو مثلا انت شغال في وظيفة انت عارف ومتأكد انها مش هتوسلك لثراء من خلال الوظيفة دي بس بتعشق حاجة مثلا اسمها عمل مشغولات يدوية طبعا انت شايف الوظيفة الحكومية اهم فترمي هوايتك دي هتقول معلش ما هو فيه كتير شغالين نفس الهواية دي وكمان مش كلهم بينجحوا انا ايش ضمن مستحيل مستحيل وتبدأ تدخل السجن من جواك وتكمل تنفيذ كلام المجتمع عليك تأكدوا 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 عمر ما الروح تخليكم تفكروا في حاجة انتوا شطرين فيها وبارعين فيها او فكرة مربحة اللو هي عارفة ومتأكدة ان بمجرد ما بتدخلها هتكتشف نفسك فيها بل وحتبرع فيها حتى لو فشلت شوية في الاول هتبرع فيها وبشكل كبير حتى لو غيرك كمان مش نكحين في نفس الهواية دي انت هتنجح عنهم ومش بقولك سيب وظيفتك اول ما تسمع النداء الداخلي لا اول ما تسمع النداء الداخلي في القبول على شيء انت بتحبه اعرف ان من خلال الشئ ده حيجيلك المال وخليك محتفظ بوظيفتك عادي مش مشكلة حقولكم مثال عادي جدا فيه دكتورة اعرفها كويس دكتورة علم نفس وعلم طاقة واستشارات اسرية هي اصلا خريجة صيدلة عارفين يعني ايه صيدلة يعني شقة في السنوية عامة يعني صهر الليالي في الكلية يعني دراسة تركيبات وحاجات كتير قوي راح اتخذت كورس علم طاقة وتنمية بشرية في مركز دكتور ابراهيم الفية الله يرحمه هي راحة لحاجة بعيدة جدا عن تخصصها تماما لانها بقى ايه لانها اصلا بتحب الحاجات دي مجرد بس هي دخلت صيدلة عشان ضغط الاهل وعشان تجيبها مجموع عالي فانتي لازم تدخلي صيدلة الدكتورة دي حاليا يا جماعة فعلا من اهم دكاترة التنمية البشرية والاستشارات الاسرية وبتطلع في التلفزيون وماشاء الله محبوبة من الجميع وبارعت بسرعة بل واخدت الدكتورة في المجال اللي هي بتدرسه وفي سن صغير جدا وهي في التلاتينات واحدة مكانها كانت قالت لا وانا اروح اشتغل في حاجة تانية غير تخصصي لان شاء الله ده انا شفت الويل في صيدلة واي نعم بحب علمت نفسه والطاقة بس في ملايين بيشتغلوا الشغلان دي في مصر انا بقى اللي هفلح وسطهم يعني لا يا عم انا هكمل في الصيدلة وفي الجنة بقى الواحد يعمل اللي هو عايزه عليكم خير اللي عايز اسم الدكتورة دي يبقى يتكلمني في الرسالة مش هقولها عن ملأ الخطوة السادسة الامتنان والاحساس بالوفرة وانا مش هقول كلام تعبير او انشاء او حكم لا معلش اتهموها كويس وحتعرفوا ليه بعد شوية مفيش حد فينا ما عندوش حاجات حلوة في حياته او نعم هو اتعود عليها ومعتبرها حقه بس هي اصلا هبة من ربنا ويقدر ياخدها منك في اي وقت فمفيش داعي تعتبرها حق مكتسب لك الحاجات الحلوة دي طول ما انت بتشكر ربنا عليها ربنا هيزودك عليها لان شكرتم لأزيدناكم لكن طول ما انت مش شايفها ما بتشكرش ربنا عليها ومش حسس بقيمتها ومركز بس على اللي نقصك مش هتنول اللي نقصك ومش هتنول حاجة تانية كمان وزي ما بيقولوا القناعة كنز لا يفنى هتقولوا لي يو بقى الكلام اللي بنشوفه في كتب القراءة او المدرسة لا دا احنا نلغي الاشتراك هنا القناة دي هقول لكم دلوقتي السبب الطاقي وبعدها يا جماعة إلغوا الاشتراك مش مشكلة قانون الكون والطاقة مش زي قانون ممتك اللي مهاشتكاك ومدلعيك ممتك لما بتشوفك نقصك حاجة بتقوم تجبها لك لما تقول لها أنا جعان بتروح تعملك الأكل لما تقول لها مزنوق في قرشين هتبعلك الختم اللي في إدها لكن الكون الطاقي اللي هو هتعيش فيه بقى مع نفسك من غير مامي فده قانون تاني خالص القانون لما بيشوفك بتقول أنا جعان حيركز أكتر على جوعك وحيزوده شايف إنك مفلس حيركز أكتر على تفليسك ويخليك تجذب الديون والإفلاس أكتر لأن الكون الطاقي ببساطة مش بني آدم معندوش مشاعر عشان يحس بيك ويصد نقصك هو شايف الفكرة الوحشة زي الحلوة هو كمبيوتر بالزبط لما أنت بتكتب على الكمبيوتر وتفتح برنامج الكتابة وتكتب على الزرائر كلمة أنا فقير وتسيب إيدك من على الزرار وتبص على الشاشة هتلاقي إيه المكتوب المكتوب أنا فقير مش هتلاقي الكلمة بقى قعدت تتلون لوحدها وقعدت تتحول وتظهر صورة مامي في النص بقى وتتغير الكلمة وتتكتب وتقولك حبيبي أنت مش فقير أنا حبعلك الدهب وحديك الفلوس ما تخفش لا أنت حتفضل أريها أنت فقير عادي أو الكون زي الكمبيوتر بالزبط حسب الداتا والمعلومات اللي أنت تدهاله عن نفسك هي نفسها اللي حيدهالك أنت حسس بالحرمان والنقص والفقر ومركز على اللي نقصك بس فالكون شايف إيه؟ شايف إنك المفروض تكون كده؟ حيديك ليه؟ حيجزد لك فرص ليه؟ أنت عمال تقول أنا ما عنديش ما عنديش ما عنديش حيفضل يقولك أنت ما عندكش وحيفضل ما عندكش وحتموت وإنت ما عندكش لكن لما تركز إحساسك على الوفرة والحاجات الموجودة في حياتك وتكون ممتن بيها أنت هنا بتحس نفس إحساس الغني والثري هو إيه أصلا إحساس الثري؟ مش إنه هو راضي وحاسس إن كل حاجة عنده ومبسوط بالحاجات اللي معاه؟ لما أنت تحس زيه عشان عندك حاجات حلوة من عند ربنا زي مثلا نعمة الأهل ولا نعمة الصحة ولا نعمة الأولاد أو الوظيفة أو العقل وخلافه مش كل دي أحساس وفرة؟ طبيعي الكون حيشوفك واحد مش نقصه حاجة حيشوفك واحد غني من جواك حيقوم يجذب لك طاقة الغنى والمال والوفرة أكتر تكتب على كمبيوتر الكون أنا مش نقصني حاجة ومقتنع وإنت كاتبها الكون حيقول لك فعلا أنت مش نقصك حاجة وعشان يحقق لك المعادلة الطاقية دي بمجرد ما يلاقي أن في حاجة نقصك زي المال مثلا حيبتدي يجذبها ليك بأي شكل بقى يما عن طريق فلوس أو ورس أو هدايا من أصدقاء أغنية تتعرف عليهم أو عروض عليها خصومات على منتجات كان نفسك تشتريها ولما نزل العرض عليها قدرت تجيبها إلخ 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 الخطوة السبعة املأ حواسك بالمال وضعها أمام المراية يعني إيه الكلام ده الإنسان مننا عموما لما بيحب ريحة حاجة معينة أو يشم ريحة معينة كتير ويحب يشوفها كتير بتتقرر معاه كل شوية زي ما بنشوف كده في التعليقات واحدة تيجي تقول لي هو ليه بشوف اسم واحد كده اسم معين يعني كده في كل مكان هيكون ليه يعني يا بيت حضرتك بتفكري فيه وحباه وكل شوية تتفرجي على صور فهيبدأ ينطيلك في كل حتة هيطلع لك ناس شبهه هيطلع لك اسمه في كل مكان ما هو العقل اللواعي كده يا جماعة بيشوف أنت بتحب إيه وحيفضل يقربه لك ويكرره لك قدامك ده قانون الكون مش حاجة نختلف عليها يعني لما تتفرج على أخبار عيال مخطوفة كل شوية تتأثر بيها هيطلع لك كل شوية في الأخبار وفي الجرائد عيال مخطوفة ومحدش يقول لي ما بيحصلش معا الكلام ده لإني حتأكد بقى أنه مش إنسان كل الناس بيحصل معاها موضوع التكرار ده بمجرد ما بتفكر وتركز فيه أو زي ما بيطلع لك يا حبيبتي إيه العشيء كل شوية عشان حضرتك ما لقتي حواسك بيه سواء مشاعرك ولا عينك ولا ودانك ولا قلبك نفس الكلام في الفلوس دايما خلي الفلوس قدامك ملي عينك منها شمها حسة الشامة مهمة جدا فاكرين في جلسات التأمل بتاعة جذب شريك الحياة والتخطر اللي أنا كنت بعملها كنت أقول لكم حطوا ريحة عطر معينة في الأوضة عشان المخ بيتأثر بالروايح دي فيبتدي يربط بين الحبيب وبين الجذب ويجيبه لك لما برضو المخ ياخد على ريحة الفلوس والحواس والعين وملمس الإيد كل ما تلمس الفلوس يبدأ المخ في جذب الفلوس لك عشان حواسك تمتلق بيها زي الإدمان بالضبط أنت بتاخد هيروين من هنا وتحس بالسعادة فالمخ يدمنه فيطلع لك طلب تاني أنك لازم تاخد المخدر ده تاني أو نفس الفكرة في الفلوس كل شوية المخ حيجيب لك فلوس لأنه أدمنها ليه؟ لأن أنت ملقت حواسك بيها ودايما بقى حط الفلوس أمام المراية المراية طاقيا انعكاس يضاعف كل شيء وده علم طاقة مجرب ملوش دخل بقى بالدين عشان فيه أمامير اللي هوما مسكين موبايل برضو مش مذكور في الدين حيجو يقولوا لي في الحاجات التانية ايه علاقة ده بالدين ويحشروها في الدين بالعافية رغم أن كل شيء حاليا تم اختراعه بدون الدين ولأن أصلا ربنا عايزنا نختراعه ونكتشف ونجرب مش نربط نفسنا بالدين وخلاص المهم كنت شرحت حلقة قبل كده عن المراية في جذب الأهداف لكن طبعا الناس ده خلولي في القارين وانت عايزانا نتلبس والرسول حذرنا منها وا 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 كل ده عشان قلت اتخيلوا اللي انتو عايزينه أمام المراية لمدة ربع ساعة فيه فرق بأن انت تعمل تمرين معين أمام المراية وتستخدم ميزة المراية في جذب الأهداف منها وبين انك تفضل قاعد ما بحلق فيها بدون هدف ولا قاعد تتأمل جمالك ولا تقف أمامها بملابس نوك كومنت ولازم طبعا وقتها هتتلبس لأن انت بتستخدمها لأغراض سيئة بدون قيمة أي شيء سلاحظوا حدين المراية برضو ليها أضرار وليها مميزات فأنت استخدم المميزات بتاعتها يبقى تحط الفلوس دايما أمام المراية وتكون المراية ممسوحة نظيفة ومش مكسورة لأن طاقيا المراية المكسورة هتسبب لك أزا المراية ما هي إلا بوابة أخرى لعوامل أخرى فأنت هخلي انعكاسك عليها زي ما أنت عايز وحط أمامها الشيء اللي أنت عايزه يتضاعف الخطوة التمنى نية إنك تحب للآخرين وتتمنى لهم اللي أنت بتتمناه لنفسك ولكل إمرئ منوى بنشوف دايما على السوشيال ميديا لما حد غني يحط منشورات نلاقي كمية ناس حقدة عليه ويقولوا ما طبعا الفلوس دي من الحرام وأخدتها بدون وجه حق وفي مهندسين مرميين في الشارع والدكاترة بتقبض ملاليم واللي زيك قاعدين على أفانة وبتاع والله هو مش زنبه إن استحقاقه وإحساسه بالوفرة أحسن منك وأفضل منك الشهادة دي إيش دخلها في جذب طاقة المال الشهادة دي أنت خدتها عشان العلم مش عشان تجيب بيها فلوس أنتوا اللي ربطوا الشهادة بالفلوس ما ياما ناس جهلة وبتبصم ويقدروا يشتروا شهادتك بل يشترك أنت شخصيا بعيلتك ببلدك إلى متى عقلية إن الواحد عشان هو مهندس أو دكتور لازم ياخد أعلى من المش متعلم أو من المهن التانية صراحة خسارة التعليم فيهم لو بيفكروا فيهم كده المفروض المهندس والدكتور لما بيكونوا بيفهموا يعرفوا كويس إن الفلوس ملهاش دخل بالمهنة بل ليها دخل بكيفية جلب المال المشهور أو اللي تغنى فهم السكة بتاعته وعرف يجزب المال بتاعه وبقى من رزقه أنت زعلان ليه؟ ازعل على نفسك لأنك مش بتفهم زيه ولا عندك وعي الطاقة اللي هو عنده مش تروح تشتمه هو فكك بقى هو جاب الفلوس ازاي؟ أصلك لو حتقول جابها من المخدرات ولا من الأغاني الهبطة ولا هو عشان حرامي لا برضو مش شرط لأن فيه كتير بيبيعوا مخدرات وما بيتغنوش وبيتقبض عليهم كمان وفيه كتير هبطين وبيغنوا حاجات أي كلام ومش عليهم القبول ومش معروفين وبيشحطوا حاليا ولعكس فيه داكاترا كبار جدا أثرياء جدا عندهم أصور مش فيلال كمان ومهندسين كمان نفس الفكرة وأغنى من المشاهير مش مسألة خالص المهنة إيه ولا بيعملوا إيه فيها إطلاقا وطبعا لما حضرتك بتشتمو فأنت بتوري لعقلك اللواعي وبتوري للقانون الطاقي إنك واحد أقل منه محروم مسكين شاهدتك اللي معلقها في الصالون ما عملت لكش حاجة يعيني بالتالي حتفضل مكانك وحتفضل تتفرج على الأغنية والمشاهير وإنت متحصر فأنت مبدئيا كده تتغير من جواك ولما تشوف حد غني أو معاه حاجات مش معاك افرح له بدا أو ما تحسش تجاهه بالغل والحقد والغيز لأنه هو ما خدش من جيبك أنت حاجة ولا أنت اللي بتصرف عليه أنت كل ما تفرح أو تنبسط لحد مبسوط وتنبسط معاه لأنك شايفه مبسوط قانون الطاقة هنا مش حيارة فيفرق بينكم أنتو الاثنين لأنه شايفكم زي بعض وبمرور الوقت هتبقى زيه وهتبقى مبسوط زيه عشان أنت انبسطت عشانه المثل بيقول إيه منجور السعيد يسعد مش أن أنت تجوره وتبقى جنبه بس لا أنت كمان تبقى معاه بوجدانك تبقى مجوره في كل حياته تتفرج عليه تبقى مبسوط عشانه تجوره وجدانيا شعوريا هتسعد زيه نفس فكرة الحاجات السلبية أنت لما بتعيط وتتأهر على ناس مريضة وتتابع أخبار الموت والانفجارات والحاجات دي مش أنت بتجذب لنفسك طاقة التعاسة نفس الفكرة لما تنبسط وتفرح للناس الثرية وتعيش معاهم يومياتهم وتعجب بحاجاتهم بدون الإحساس بالحرمان بدون ما تقعد تتفرج وتقول يا سلام لو كانت الحاجة دي معايا لا أنت تتفرج عليهم على أساس أن أنت مبسوط بالحاجة دي معاهم وشايف أنها هتبقى معاك برضو فهم؟ وما تحقدش عليهم ما أنت هتجذب لنفسك طاقتهم بدون ما تشعر المعادلة بسيطة بس عايزة نظافة من جوة كده أنا الحمد لله خلصت حلقتي وأكيد حيبقى ليها أجزاء بعد كده إن شاء الله أتمنى أنها تكون عجبتكم لو عجبتكم فعلا ما تنسوش تدوسوا اللايك حلوين وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبتكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني فيها بأرواحكم الجميلة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد سلام عليكم شكرا